هل تأخير صلاة العشاء مستحب؟ نعم مستحب بالنسبة لأخواتنا في البيوت لا بأس مستحب لكن لا شك ولا ريب أن الصلاة لوقتها أفضل لقوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ومن أهل العلم من رأى استحباب تأخير صلاة العشاء لكن انتبهوا انتبهوا يا إخواني وأخواتي بعض الناس يفهم من التأخير أن يؤخر صلاة العشاء إلى قبل الفجر كثير لا كثير من الناس يتصور أن الاستحباب معنى أن يؤخر صلاة العشاء إلى قبل الفجر يستيقظ لصلاة الفجر فيصلي العشاء قبل الفجر هذا خطأ كبير بل من أهل العلم من يرى أنه قد فات وقت صلاة العشاء إن أخرها لقبل الفجر وقد صلى العشاء في غير وقتها نعم فمن أهل العلم من يرى أن الوقت ممتد إلى ما قبل منتصف الليل لأنه لو دخل الوقت بعد منتصف الليل فهذا وقت ليلة جديدة على خلاف بين العلماء لكن الأولى أن لا تؤخر العشاء إلى هذا الوقت أي إلى منتصف الليل إلى قبل منتصف الليل بساعة صلي العشاء إن فاتك وقتها الأول لعذر من الأعذار أن تكون في ظروف مثلا لا تستطيع أن تصليها كنوم أو مرض أو مطر أو عدم استطاعة للوضوء في مكان ما أو جلست على الطعام ففاتك وقت الصلاة إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية المباحة فلا حرج عليك حينئذ أن تؤخر الصلاة لهذا الوقت قبل منتصف الليل بساعة تقريبا ولا تؤخر أكثر من ذلك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه منكم أما بالنسبة للأخت الفاضلة في البيت فلا حرج عليها إن شاء الله وتعالى إن أخرت إلى هذا الوقت المذكور اشتركوا في القناة